اهلا بكم من ابروشية ولندا في شرح قراءة البسخة المقدسة النهاردة يوم احد الشعنين قراءات اليوم النهاردة كلها بتتكلم عن ابن الله المخلص اللي بيأسس مملكة السلام والبر والملكوت اللي بيعلن من خلال ودعة المسيح والتضاعو انه ركب على جحش مش زي باقي الملوك العالم زي ما قال في نبوة زكريا فكل قراءات اليوم النهاردة بتتكلم عن الحدث الكبير ده دخول الرب ارشاليم وهتافلكم اعلي اصنع وشعنع او خلصنا بديدي مزمور عشاء بيقول بمبارك القاتل باسم الرب باركناكم من بيت الرب طبعا في العهد الجديد بقت البركة كلها تيجي من بيت ربنا من الكنيسة الله من خلال زبيحة الافخارستية والخلاص اللي هيبقى دائما مستعلن في الكنيسة وانجيل عشية بيكلم عن سكب الطيب من مريم اخت العازر وسكب الطيب بيوم السبت وبيوم الاربع وكأن بيقول الكنيسة حاوزت تقول لنا ان الاسبوع ده هو اسبوع الطيب واسبوع الحب زي ما قال المتناح ابو نبشوي كامل هو اسبوع سكب الطيب وتعبير النفس البشري عن محبتها المسيح للمجد ازاي ستة قدمت الطيب بثلاثمائة دينار والدينار كان اجرة العامل في اليوم زي متألف المسل بتاع الفعلة والكرم في متعشرين فمعنى كده انها قدمت طيب اجرة شغل تلتميت يوم زي شننا منهم الاجهزات اجرة شغل السنة كاملة يعني احنا لو بنكلم على حد بيشتغل مثلا هيبقى ده اتناشر خمساشر الف جنيه مثلا واحدة قدمت حاجة بالمبلغ ده مرة واحدة للمسيح ده مش بيبين انه الطيب غالي لا بيقابين ان الحب اللي عند المرأة كبير جدا ده قدام محبتها للمسيح وييجي بعد كده انا جيل دورة الصليب الاثناشر انجيل بيمكن نقسمهم لثلاث اجزاء اربعة 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 اول اربعة واحد قدام الهيكل الكبير والتاني قدام ايكونت امنا العدل والدت الاله والتالث رئيس الملكة غبريال والرابع رئيس الملكة ميخايل وطبعا اول اربعة المهمين اللي هو ازاي تم الخلاص فازاي الله الاب اختار امنا العدل زي ما نقول في التقطقية تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك فاختار امنا العدل لتدبير الخلاص وملأ غبريال هو ملاك البشارة الميلاد والملأ ميخايل اللي هو ملاك القيامة زي ما نقول في اسمه الايامة فالاربع الاناجيلي الاولى خاصة به تدبير الخلاص وتنفيذ الخلاص وبعد كده الاربع ايقونات التانية اللي هم ماري مرقس والابي الرسل وماري جيرجس والامب انطنيوس اللي هم ايقونات الخلاص ازاي بقى الناس الادسين اللي عاشوا الخلاص وصاروا ايقونات لنا حية دايما نشوفهم قدام عنينا اخر تلاتة اللي هم الباب البحري واللقان وباب الكنيسة واخونة يحان المعمدان اللي هو الكنيسة والاسرار والمعمودية طبعا المدخل لها المعمودية لكن ازاي بنعيش الخلاص في الكنيسة فكأن اول اربعة هم هيكل الله الاب وبعد كده امنا العدرة والملايكة رؤساء الملايكة والاربع التانية الادسين والاربع الاخر اللي هم الكنيسة فكأن الصليب في اعلان انه احنا مجدودين لفوق من خلال محبة الله الاب لنا يجتذبنا دايما مسندين بشاركة الادسين مرفعين على اسرار الكنيسة ده بالنسبة لقراءات انجيل باكر بعد كده بناخد مزمور باكر بيقول مبارك الرب الاله مبارك رب يوما فهمها صليلا يعطي قوة عزاء للشعب ومبارك هو الله طبعا زي ما قلتم شوية البركة الكبيرة اللي اخدها في العهد الجديد جاي من الخلاص وزي ما قال انها من بيت ربنا بتعلن فيه كنيسة الله المقدسة يختم انجيل باكر بزكة العشار النموذج لكل واحد فينا بيشتاء للمسيح وبيحاول في اي وقت بيدور عليه بيكتشف انه هو معروف عن ربنا وربنا هو اللي بيدور عليه مش بس كده بيروح بيته وبيعلن الخلاص يقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت ودي حاجة جميلة طبعا نزكة العشار ازاي قدم تقدمه بقى اللي اعطي نصف امان المساكين زي المرأة برضو من شوية قدمت القرورة الكبيرة وده هنا لغة الحب دايما في اليوم ده جميلة اوي البولز بيكلم عن الفداء بيقول عن ربنا انه دخل دفع واحدة الى المقادس فواجد فداء ابديا وكمان بيقول هكذا المسيح وايضا قرب ذاته مرة لكي يرفع خطايا كثيرين واما المرة الثانية فسهزر بغير خطايا خلاصا اللذين ينتظرونه بعد كده كسلكون بيورينا بقى نموذك المسيح المتقلم اللي احنا بنعيشه في حياتنا ويدينا قوة في حياتنا بولز قد تقلم المسيح لاجلنا بالجسد فتسلحوا انتم ايضا بهذا المثال والابراكسيس بيتكلم عن ازاي الناس اللي لابرة الخاصة او لرفض الخلاص ويتكلم عن اليهود اللي كلمهم كتير معلمنا بولز لكن للاسف رفض الخلاص بيقول لهم فليكن معلوما عندكم من الله ارسل خلاصه الى الامم وهم ايضا يتعونوا وازاي متعبش من الكرازة وقدم الكرازة لكل الناس بعد كده في مزمور الأداس بيقول بوقوا في رأس الشهر بالبوق في يوم عيدكم مشهور ابتهجوا بالله معين نهللوا لإله يعقوب خذوا مزمارا وضروبوا دفا مزمارا مطرين مع كتار طبعا ده كل ده مزمور بيكلم عن التسبيح وازاي احنا بنسبح إله الحب وإله الخلاص اللي قدموا لنا فما عندناش حاجة غير إن احنا نشكر ربنا باستمرار زي ما قال القديس الأنبى أنتونيس الشكر المقدم لله هو خلاص الإنسان بعد كده الأربع أنجيل بيتكلم كلها عن دخول ربنا أرشاليم لكن كل واحد بيتكلم بيكمله بعض كلهم أنجيل معلمنا ما تركز على النبوة اللي جات من سفر زكريا اللي هي هو زمالكوك يأتيك وديعرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر